الحمد لله الذي علمنا ما نفعنا ونفعنا بما علمنا اليوم سنوضح لكم كيفية حساب النسبة المئوية باستخدام برنامج الأكسل 2010 أدنى هذا الجدود يوضح حساب النسبة المئوية أدنى متغيرات الاسم والمبلغ المدفوع والنسبة المئوية حساب النسبة المئوية يجب أن نطلع المبلغ الكلي المدفوع أحدد هذه الخلايا ثم قائمة هوم الرئيسية اختار الأمر Auto Summation أضغط على نقرة واحدة سأخرج المبلغ المتوع هو 522 دولار الآن سأعرف أحمد نسبة نسبة دافع أكتب يساوي أختار الجزء أحمد ثم أختار تقسيم ثم أختار المبلغ الكلي جيد 500 أضغط عليه ثم أضغط F4 للتثبيت F4 للتثبيت ثم Enter هذا ستطع لي نسبة أحمد دافع أربع بالمئة زياد الآن مارد أربع مئة أربع بالمئة هي أريدها أربع بالمئة برسنتاج كتابة أضغط ثم أختار فورمات سيلز ثم أذهب إلى بيرسنتاج فهنا شيئا عندي أربع وعبر اثنين بالمئة مارد هايتي هاي معناتها المراتب العشرية المراتب العشرية مارد صفر سويها صفر هايتي تصيرها تنكتب إذن واضغط اوكي رح تطلع لي نسبة أحمد أربع بالمئة مزين أريد أكمل أو أستخرج النسبة والبقية الأشخاص جدافعين مجرد أضغط على الزر الموجود أسفل الخلية وأنزل به إلى الأسفل هاي طلعت لي نسبة مثلا محمد أدف ستة بالمئة توفيق ثمانية بالمئة هبه أدف عربع بالمئة زيان المبلغ الكلي المتفولشوني يطلع لازم مئة لازم يطلع مئة بالمئة أجي أحدد هاي الخلايا أحددها واختار أيضا الأمر أوتو سميشن رح يطلع لي مئة رح يطلع لي مئة بالمئة هاي الأمر طلع لي منظم مئة بالمئة زيان أيضا عدنا مثال ثاني عدنا هذا الجدول أيضا يوضح كيفية حساب المسبة المئوية عندي رسم علي وعلاء وحسام مريم وأشواب عندي درجة الطالب بالامتحان عدد الأجوبة المجاوبة عدد الأسئلة ونسبة المئوية زيان زيان أنا شريد أعرف عدد مثلا عندك عالي 25 جواب 8 أسئلة نسبة 8 أسئلة من 30 سؤال عدد أجوبة 8 أسئلة من 30 سؤال أجي أكتب هنا يساوي أخذ الجزء وهو 8 اختار هناك تقسيم على العدد الكلي 30 ثم أضغط F4 للتثبيت ثم أضغط انتر طلعت لي 26% أيضا بقيت على وحسام مريم وشو نطلع عن نسبة المئوية ثم أيضا خلال هذا الزر الصغير الموجود أسفل هذا نسحب الى الأسفر تطلع لي النسب أنا لم أتطلع لي 26% و96% ما رجيش تطلع لي أريد مثلا شي أضغط أضغط click Amen Format Sales اختار % % المراتب العشرية 0 هيا هكذا أضغط OK 0 هيا نوضح النسب المئوية مال أشخاص للمزيد من المقاطع التوضيحية حول أعضوع التحليل الإحصائي يرجى دعم صفحتي وهي تعلم التحليل الإحصائي مع علاء البعاتي وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته